أموه أحرار بك يا جواعة في فيديو الجديد نهاردة ستكون فيديو من القائمة التي نتحدث عن 3 موبايلات القائمة تتعامل كل فترة كده يكون هناك مثلا تلت موبايلات يستحقون نتحدث عنهم أو يكون هناك موبايلين يستحقوا فعلا نجيبهم ونجربهم جيدا أو يكون هناك موبايل في يشعر أن هناك بداية الأفضل منه فبطلع اقول لكم برضو ان الموبايل ده لا في بداية الافضل منه. طيب من غير كام كتير النهاردة معنا تلات موبايلات من تلات شركات مختلفة. اول موبايل هيكون هو اكيد الواوي اونر ماين. وتاني موبايل هيكون الايفون اكس. وتالت موبايل هيكون الاوبو اف فايف. خلان اول نامل بس سريع كده للواوي اونر ناين. الموبايل انا متحمس له جدا جدا. ولو انتم متحمسين زيك يا جماعة للواوي اونر ناين والمراجع الكاملين على الموبايل وكده. اتأكدوا انتم تعملوا لايك للفيديو ده علشان اشوف كمية الناس اللي بيستنيها المراجعة وكده. واخلي اولوية من الاسبال ان انا اعمل في اسرع وقته. على فكرة يا جماعة انا لسه محتحتش اقلبة انها ايا. الموبايل جاي لمبارح. وجاي لي من السعودية على فكرة انه مش هينزل مصر للاسف. فاحبال افتحها لسه اول مرة معاكم. اول هتلاقي الموبايل على الجنب كده في الفتحة الزهارة كده. فحطه على جنب عشان نرجع له بالتفصيل لان انا متحمس جدا الموبايل ده. وبعد كده بقى هنلاقي البوكس زي ما انتم شايفين كده. مش عارف اخرجه. مش هي الحاجة دي على جنب. طيب نفتح بقى البوكس ده هنلاقي جوا بوكس تاني وده هيكون في بتاع اللي بنخرج بها مدخل الشريحة وكده. وهنلاقي فيه شوية اولاق. في جراب مع الموبايل يا جماعة. انا فعلا في جراب مع موبايل. خليه برضو على جنب لوقتي. وهنلاقي زي ما انتم شايفين كده الراس الشاحن اكيد. وسلك المايكرو يو اس بي ليو اس بي سي اكيد. خلينا نشيل كده اللزقة اللطيفة للتنين. ما هنلاقي سماعات برضو مع الموبايل ومن الحاجة اللي انا تفاجأت بها. الفكرة ان انا كنت باعمل انبوكس للشاومة كان يعني مفيش في اي حاجة في العلبة غير الشاحن تقريبا وليجي بقى للموبايل والاحساس العظيم جدا. واو 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 بجد. تصميم طحفة فنية. بكل المقاييسي. اكد شايفين تصميم قد ايه جميل طبعا دي هتكون النسخة الستة جيجا رام مع مية تمانية وعشرين جيجا واللي من رأيي هي اللي تستحق الشراء نشيل بقى الموبايل ده كده ونخلي الموبايل ده كده بما ان الايفون اكس اليمين دول هو الترند على اليوتيوب كل الناس بتتكلم عليها عشان هو طبعا طفرة من قبل ويعني لسه نازل من فترة وسطة وكده فانا النهاردة بقى جاي اقول لكم على شوية حاجات من رأيي تخليك ما تشتريش الايفون اكس انا قبل كده عملت فيديو كامل بتكلم فيه عن قد ايه الايفون اكس ده حاجة رهيبة جدا وحاجات مميزة جدا في الموبايل تقدروا تشوفوه من الاية اللي بتظهر فوق لكن بعد ما نزل بقى بشكل رسمي وشفتوا لي كتير وشفتوا التسعير اللي نزل بيه فهقول لكم على رأيي في الموضوع ده بصراحة اول حاجة تخليك ما تشتريش الايفون اكس وهي اكيد سعر الموبايل بصوا انا عارف ان هي مسألة بتفرق من شخص لشخص ومنونده ممكن تكون مفيش معايا فلوس ان انا هشتري الايفون اكس واحد تاني معايا فلوس حاجة جدا لكن حتى لو انت معاك اصلا الارف دولار وبتفكر تشتري موبايل وعلى ايه يعني هما الف دولار مش هشتري بهم اي حاجة للموبايل برضو في بداية الافضل يعني هحاول بسطها لكم برضو على قد ما اقدر لو انت هتشتري الايفون اكس بالف دولار عشان اداء الموبايل الخرافي اللي مفيش موبايل زيه والكلام ده كله فانت عندك الايفون ايد بيجي نفس اداء الايفون اكس وما فيش اي فرق من ناحية الاداء خلص حتى من ناحية اداء الكاميرات وارخص من سعره تقريبا بتلتميت دولار ولو انت هتشتري الايفون اكس عشان شاشر خرافية ومش محتاج الاداء وعادي جدا مش فرق معايا فانت بسعر الايفون اكس يا جماعة تقدر تشتري جالاكسي اس ايد وجالكسي اس ايد بلس الموبايلين مع بعض تقدر تشتريهم بسعر الايفون ايد حاليا والاتنين بشاشة خرافية جدا الكلام ده لو انت هتشتريه عشان شاشة بس طيب واحد فيكو هيجي وقول لي يا طب انا عاوز الاداء الخرافي مع الشاشر خرافية اجيب ايه مفيش الايفون الحالة دي بقى اقول لك استنى اللي فيكو يا جماعة ما يعرفشوا متوقع ان اداء الايفون اكس حاجة خرافية ومش هينفع تقارنها باي موبايل في العالم لأ دي مقارنة زي ما انتم شايفين كده بالوان بلاس فايف عادي مش توى لحاجة والايفون اكس وزي ما انتم شايفين كده في تفوق واضح جدا في سرعة فتح التطبيقات في الوان بلاس فايف عادي جدا وموبايل بخمسمائة دولار لكن يعيب ان الشاشة بتاعته ماشي خرافية زي الايفون اكس ففي الحالة دي زي ما قلت لكم تستنى الوان بلاس فايف اللي هينزل في حدود حوالي ستمائة دولار تقريبا وهيديك اداء افضل من الايفون اكس وشاشة خرافية زي اللي موجودة في الايفون اكس وكده تكون وفرت خمسمائة دولار خمسمائة دولار ممكن تشتري الموبايل تاني الحاجات برضو اللي لازم تاخدوا بالكم منها جدا جدا في موضوع ان انت تشتري الايفون اكس ان زي ما انتم شايفين كده يا جماعة في حاجة اسمها ناتش فوق كده في الشاشة الموضوع ده على فكرة يا جماعة مش سهل مش سهل انت تتعود عليها ممكن ااخد على الموضوع. لأ انت خيل كده معا ان انت اشتريت الايفون اكس ب الف دولار وانت بتشغل فيلم عادي جدا وتتفرج على الفيلم عادي جدا. وفي بتاع كده سويت جاي يشايل لك حتة من الفيلم. مع مدارة حتة من الفيلم. انتش عارف تتفرج عليه. تخيلوا معا الموقف انتشار الموبايل ب الف دولار. في بعض الحالات اللي ظهرت فعلا على تويتر وانتشرت على سوشال ميديا. ان الكلام بيكون مخفي. يعني انت لو فتح واي مسلا يقولها بكونكت واي فاي بكزا. في شريط الاشعاط. بكلام بيكون مخفي. بسبب اللي موجود ده. دي حاجة مزعية جدا جدا من رأيي. انا مش معترض عليها. لو انا هشتري موبايل بستمائة دولار مسلا. لكن موبايل ب الف دولار. انا مش مستعد لأي اقطاء خالص. واعاوز موبايل كامل بدون اي مشاكل. بصراحة. شركة اوبو اخيرا نزلت لها موبايل لحد ما مع شاشها بدون حواف. او هي يعني حاول تستغل الحواف بشكل كويس بس عشان تعاصر الزمن اللي احنا فيه وتعمل زي ما بقيت الشركات عاملة عشان تعرف تبيع الموبايل في السوق اليويندور. شاشة الموبايل بتيجي مقه ستة انش بدقة فول اتش دي بلاس الف تمانين في الفين مية وستين. وبتستحوز على حوالي تمانية وسبعين في المية من حجم الموبايل الكلي. وبتيجي بالاسبيكت ريشيو الجديد اللي هو تمنتاشر الى تسعة عادي شاشة الجديدة. بيجي مع مع ميديا تيك ستلاف سبعمية تلاتة وستين مع ستة جيجا رام. وبيجي بنسخة تانية برضو على فكرة اربعة جيجا رام مع تين وتتاتين جيجا اما نسخة ستة جيجا رام هتبقى مع اربعة وستين جيجا. ويجيجي عليه اندوريت سيفن بوينت وان. الحاجات اللي ركزوا عليها برضو شوية في الموبايل ده وهي الكاميرات. الكاميرا الخلفية بتيجي بدقة ستاشر ميجا بيكسل مع فاتحة عدسة اف وون بوينت ايت. ودي لحد ما فاتحة تعدسة كويسة جدا. اما الكاميرا الامامية فبتيجي بدقة عشرين ميجا بيكسل مع فاتحة عدسة اف تو بوينت او. وموجود فيها على فكرة يا جماعة اوتو فوكس ان هي تقدر تعمل لك لوقتي عزلة لخلفية بكلام ده. وموجود في مستشعر بصمة زي ما انتم شايفين كده بشكل غريب. اول مرة نشوفه من شركة اوبو او على اي موبايل تقريبا. وبيجي ببطاريها بساعة تلت تلاف ومتين ميلي امبيل. بصراحة مش حاس ان انا متحمس اول الموبايل ده. حاس ان ما فيش فيه ابداع كده قوي بغضى النظر عن الشاشة يعني كل الشركات بقى بتعمل موضوع الشاشة اللي بدون حواف حتى الموبايلات المتوسطة. زي الواوي بيجي بنفس الشاشة تقريبا. فايه الحاجة اللي اتميز الموبايل ده? انا مش عارف بصراحة مش هقدر احكم عليه برضو غير لما امسك الموبايل وعمل له. وبس كده. دي كده كل حاجة بالنسبة للفيديو النهاردة اتأكدوا يا جماعة انتوا تقولول رأيكم في الكومنتات تحت في الواوي اونر ناين. وتأكدوا انتوا برضو تقولول لي رأيكم في رأيي في الايفون اكس. وهل فعلا انتوا شايفينوا يستحق السعر الكبير جدا ده? يعني قولول رأيكم تعالوا على القناة الكاش في الكومنتات تحت. ومسوش اكيد تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. وتعملوا شير للفيديو لو انتوا شايفيني فيه اي استفادة يعني. وانستكدوا. اشكر كل شباب التالي الاخر. سلام.